موقع الشيخ براك الشمل فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببطاعة مسجاة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين إذ هبوا بقميصي هذا فألقوه فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم وأتوني بأهلكم وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف فلما دخلوا على يوسف فآوى إليه أبوين وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي نطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاقر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين الله قدمت لكم هذه المادة من موقع الشيخ براك الشمري www.beashimary.com ترجمة نانسي قنقر